اشتركوا في القناة 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 نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فالتصوررة من التصويرات في الباردعان في المنصر خرجها كانت مدول Poundolan سؤالها في المنصر تخدم تمرت من الزيار السحراء دون الثاني سواصن ديس يمكنني الزيسي نوكليار أرسا ما زال تمثل العباد الزيسي نوكليار لفرنسا أرسا ما زال والسعاد دشا إذا تتعاون فرنسا ما ننظر داغني باللي خاصة كان سلجيها نظن مقلت كان سلجيها ما زال يديكا زيارنا فرنسيز ديتمورت من الزيار دون الثاني سواصن ديس تلجيها ننوي سوها مرة بحجوكومة tلا والسفين ويوجد من الزيار من خلال وجوائنا من خلال عالمسي ت gag maقية تجعل لفرنس이지 مقاعد هذه right بعد مانان اFrانسي ترين فيها يوجد كثيراً نحن نحصل مع بعض المع رمضان حملات السلام عليكم السلام ورحمة الله أعطيك صحة أعطيك صحة أعطيك صحة رمضان حملات حسن يعيشك صحة ستاك فرمضان حملات في القنات أعطيك صحة أعطيك والتصوات كتبالة قلت عنجري أعطيك صحة أعطيك صحة حصل وقت لا أعطيك ترجمة نانسي قنقر 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 بالتأكيد 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 فهوالكي نتوالي الرول دولالجيريا سي رمضان كنت تافتوني، يعني، أمع البعض منه، أمع البعض منه، السيدة للعبية، كنت تناوليه روالالغيرية على السيء اللعجينة. لذلك،aba بالمعارض للعبية، لا يوجد إذن لليبي. ...وحتى لنظرع في الاجبية، ماذا سيطر في الجديد من للمتضر National League. في سمع يقال في اليوم، كنا، ما الكثير من المكتفين القراريس، لا ننفع بالمتالي أن لا يستطيع أن يطابة لنا عنهً للمنزلسي. الآن بسيطة وعينيه تدريد أن نتحدث ويقالت في تنسية النجير الدكتب وتدريد ويساعدة لا يوجد من مني بسيطة لكن النظر الذهاب من مني لإنسان أو لإنسان لدفع في ذلك وعينيه لا يوجد نحن 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 نعم جمبًا العملات برسماً ، ستقوم بمعارضة الحال ، يعني ،نحن رغم بحلق منه على التقليد من المجادي ، إذنه ، إنه رغم من الجامع من المجادي ، لن تفتحرف على هذه الموضوعات التي يسمح أن يتمكن أعطى إذاً لا يفعل ذلك لنشيء لا يمكن أن تيسرى إلى سجأتوق إنها قريطة لقرأة السيدة والعربية ستقدورة لنشيء جدا أو لا. لن يوجد مرحبا بحقًا لا يوجد مرحبا لا أعرف لا أعرف لا أعرف لا أعرف لن يوجد مرحبا مرحبا لن تقديم لن أعرف أعرف لن أعرف أقوتي بلا بلاك. لقد قلت القرى يجب أن يوم الثمورة في البوطة للإرقائ� من دروة أو أيضًا. لأن يوم الثمورة يوانرى بل دروة والمقاتنة للإرقائق إلصاب الأمور. ولكن الثمورة لأخير من الناس التي تحتاج قوة إلى تظاهر المستقبل. ولكن هذا المهم هو صحيح، فشيء بالفعل هذا القدر بأسراء، لذلك الصحيح كان أتتحدث أن يوم الثمورة والإرقائق إلصابة. لكن في إستثمانية التغيير من المح هو أن عادة أول عمل ما يقسم لعمل نحن المتار على업 الحماس الذي نجح نحن ذهب الان Noahel mandat أيضا كاتذкр المحicana الإجراء علىخدم حالة الأجوال إنه آخر الحماس الذي سيحف الخ وجارة تكون بذلك أنه ينغلف الخبارات guerra سألغط في حانيتين عنhnى سيدا شو دينا ما يعني الكولونيال حملات كتيني ذا شو تامور لي هناك في الخبراغي أسك يعني ذا الحاجة ريتفقينين بالاكاتس الحوايج يقلن ذا ثمور ثم ناغ أكدو ذا داري وثني زرارة خاصة يكن مس حملات دي قار باللي لامراجي ولاشيث ناغ أم كالا دقار كتيني إزمال حالا غير إنسي دي concession با رابور أو سنكيامون دا شو تامور لي ما صدقنا إلى مقلو تدعي في واشنطن بوست السمت أحده واشنطن بوست واشنطن بوست واشنطن بوست أكدو نيويورك تايمز في دينا وغنى سادي جورنوين أسا أمريكان وذي أمريكان ساعلني إن أهدار نارا نمورت كوا دونك لانفرماسيو Ill나runzu وثنان كريديو بتزمال أساسي دي جورن جوايل أساسي نارا هي المترجمات للمترجمات بإجابة الانتقالية. فهل مرتضون في مرة أقلية تلمتلك تلمتلك من المترجمات. لذلك، لم يكن ألغيري لا يمكننا إستواجد من المترجمات الأولى البعض الإجابية كمسي قلت بحديثة المصادرية، فرسالة المرسفة، في المحسف، في المرسف، في المقبل أن القبير سن 100 واضحة الأسفل. جميع الاساويات في العنة الأمد، حتى الأسفل. لا يوجد عيد ولانه من البوم هو الذي يمنعناني السلطة والكامل التي يسرى أبداها، يجب أن يكون مبتدرسة في المراكوين. ويجب أن يكون لديهم أصدقائي. لذلك يجب أن تكون في الواجهن المنزل. فإن أعجبًا يكون لديهم أصدقائي. هذا يمكن أن يكون لديهم أصدقائي. ويجب أن أتركوا إلى المنزل. هناك. حسنًا في الأنسانيا لدينا أن يجب أن تردت في القرآن منذ الأجمال لدينا ويجب أن أذهب إلى القرآن بشكل القرآن. حسنًا في القرآن من ذلك في القرآن لمدة دفعية إلينا ومعاهمة السفورة لأ hurفراء بعدها. هناك أنه؟ مستقابال وسيحاول التحí imperهربي ييمهزيه الحصاوح ما هو استوهSeeه Kerryوه había أفضل ومل WiFiه أفضل فريقيا ني Mot漢ي ليس أفضل أن نقطع للشيارة الغبماية عن Familie أنتبع الانتباع يزديك روما في الوليونше لا. لا لا. لا 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 لا. جيدا. مرحبا بكم في مرحبا بكم في القناة. نamatون من المترجمات ومؤسسين في عزي اسرعاتي ابن الذي يساعدت وكمش في آراء الحملات تشكو علي بالحاج وصي. يعتك صحة حسنا اجمعون كيد نشكر التاس. حسنا دنوغال يعني في الخبرات في الواشنطن بوست خاصة يكن كتيني وثبع ذرا التاسيين يعني ستونا انفرماسيون التاس كي ايتي نيي دي لباسي برابولة على برزنس دي ملتير نا دي صول دامريكا دي صول الالجيريا. كتيني ذا شو تموغليينيك يعني في الخبرات كيتله opposل من الخبرات recognizingه في الخبرات ؟ اساك STEMغاليك الشبكة أuffsر نحن له نحن لا يسمك على البعض البعض في البن۰ مانا لديه وعالي أساسي يجب أن يقوله أنه ليس سيئًا أنه يقوله لكيسر بسيئًا لكن في الناس جيدًا بالطبع بحراء أصبحت لكي نستطيع لأنه لأسر ما أصبحت 100% لديه 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 على المتابع للمتابع ومع أو من المتابع والمتابع لديه pour nous dire que . Bien sûr que c'est moi personnellement au v telling au sud de la manière dont s'est gérée l'Algérie par nos décideurs aujourd'hui et d'hier moi je pense que cette base existe qui nous poussent à le dire parce que bon déjà je contredit un petit peu quand il parlait de l'inexistence des bases militaires étrangères en Algérie en 2003 déjà il y avait une base à côté d'Ehrir à 110 km au nord de Djanet, à 200 km de la frontière libyenne, qui était supervisée, si vous voulez, par deux généraux algériens, M. Kamal Abdelrahman et un certain Saheb. Dommage que vous avez libéré notre ami Hamlet, autrement il l'aurait confirmé. Et puis, c'est vrai que nous avons des problèmes à nos frontières à Massar. Nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui à nos frontières et des problèmes sérieux. Maintenant, pourquoi je lis un petit peu cette base militaire ? Je reviens un peu à Shaqib Khalil, qui a la nationalité américaine. Il l'aurait, la nationalité américaine. Il va s'en dire qu'il doit jouer un rôle important dans l'existence de cette base militaire-là, puisqu'elle se ressemble-t-il, comme la précédente, peut-être construite par Brownrout Condor, BRC. BRC, qui est une entreprise autonome qui relevait à un moment donné du ministère de l'énergie, à l'époque de Shaqib Khalil. Et Shaqib Khalil, à son époque, quand il était ministre de l'énergie, il a confié 27 projets à BRC pour les réaliser au Sahara notamment. Et ceci en violation de la réglementation et de la réglementation ingénienne. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc tout est lié, tout est lié. Donc Washington Post, comme l'a dit il y a un petit moment, Washington Post, New York Times, c'est des journaux que nous recevons comme le journal de Montréal ici quotidiennement, chaque jour nous les lisons, nous les voyons. C'est des journaux crédibles, c'est des journaux qui ne manquent pas, qui ne disent pas ce qu'ils n'ont pas vu ou quelque chose qu'on ne touche pas. Donc moi, je pense que cette base pourrait exister. Elle peut exister dans le désert algérien, le sud algérien. Ce n'est pas dans l'ambassade algérienne ou comme la Sybienne Diahmlef. Je ne suis pas totalement d'accord avec lui. On nous a habitués à du mensonge. Et c'est lié, effectivement, je crois que comme la Sybienne Diahmlef aussi, c'est une vente concomitante. Laissez-nous nous installer là-bas. On va essayer quand même de superviser un petit peu le Sahel en Afrique. Et vous aider dans votre cinquième gros lot qui arrive là en 2019. J'appelle ça cinquième gros lot, moi. On pouvait, moi, jusque je dirais à Nassar pour vous rendre le micro et en attendant d'autres questions. On pouvait nous taire, à la limite, accepter que le pays soit mal géré durant une quinzaine voire une vingtaine d'années après l'indépendance, en mettant, si vous voulez, les ratés ou les échecs sur le dos de la nouveauté et de l'inexpérience. Mais demeurer spectateur et sans bouger le petit doigt face au désastre et à la catastrophe que fait notre quotidien pendant un demi-siècle, le revit de la folie, ou de l'inconscient généralisé. Je m'adresse au parti politique, aux intellectuels algériens, à la... À moins que notre peuple, notre opposition, et nos intellectuels sont conçus, les gens qui vivent... qui vivent, les gens qui vivent, les gens qui vivent, كانت الفائدة التي تريدونها سعيدة فيها فإن المواصلين من الفاتحة الأنساء جميعاً التي تريدونها اتوافتنا من أحيان الناتجان التي تتلقى لها الأنساء التعبير أقول أنه تجدت نفس المتفضل دولة المتحدة ومعارضة التي تتلقى المساعدة لبرك يتصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر et elle est sous la main du pouvoir tu fais ce que je te dis tu écris ce que je te dis sinon je ferme ton journal on a vu des journaux fermés on a vu ces problèmes là donc ce que je voulais dire les tenants du pouvoir ont la partie belle et ils ont leur propre solution à leurs propres échecs excusez-moi ce paradoxe hier c'était la rente pétrolière qui les maintenait au sommet sans danger en achetant ce qu'ils veulent et quand ils veulent allant jusqu'à des milliards pour l'achat de la paix sociale aujourd'hui ils ont mis ils ont mis le cap sur le cinquième grand loi sur le cinquième mandat de 2019 et le recours au FN avec la présence des bases américaines ici elles existent encore une fois je ne parle pas comme ce qu'on a l'a fait comme ce qu'on a l'a fait c'est 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 qu'on a aussi m m m m m m m c m m m m مرحبا بك الشيخ علي بالحاج الشيخ علي بالحاج الخبر هذا الذي خرج في جريدة الواشنطن بوست والنيويورك تايمز على وجود عسكر أمريكيين في الجزائر وهذا كان نفاه نفاه المسؤولين الجزائرين في السنين السابقة ماذا يدل هذا الخبر أولا عليكم ولضيوفك الكرام وللمشاركين فيما يخص هذا الموضوع هذا الموضوع في الحقيقة بالنسبة للجزائر الظاهر وغير الباطل يعني وزارة الدفاع وبعض ضباط المؤسسة العسكرية عندما يتدخلون يقولون بأنه ليس هناك يعني مشاركة بالعساكر والجزائر عندها عقيدة أنها لا تخرج خارج التراب الوطني ولكن المسألة هذه في الحقيقة تعالج من ثلاث نقاط النقطة الأولى من الناحية الشرعية مدام نسمعه وزير الشؤون الدينية دائما يقول المرجعية أنت على الجزائر هي مرجعية الإمام مالك سؤالنا المطروح من ناحية الشرعية هل يجوز الاستعانة أو إعانة أو التنفيق الأمني مع أنظمة في الحقيقة هذه الأنظمة تحارب الإسلام وتحارب المسلمين وأمريكا مثلا أو فرنفا أو أي دولة أجنبية هل هذا يجوز أو لا يجوز حتى التنفيق الأمني هذه مسألة وعندنا النقطة الثانية التي يعالج منها الأمر من ناحية السياسية والباب السياسي يدخذ باب الموازنات وعندنا النقطة التقنية التي هي الخاصة بالجوانب العسكرية هذه نقاطنا أظن بأنه إن شاء الله يكون عندكم الوقت وأنكم تسيرونها حتى نعرف الموضوع من جميع الزوايا التي يقول أما النظام الجزائري نحن نعرف بأنه في محافل الدولية وأيضا في المؤتمرات الداخلية في الجزائر دائما يتحدث على التنفيق الأمني ويتحدث أيضا عن مكافحة الإرهاب نحن عندنا الأسبوع هذا الذي فات لأننا وزراء الداخلية العرب وأنا لا أسميهم وزارة داخلية العرب أنا أسميهم وزراء الإرهاب الداخلي للدول العربية لأن هذا الوزراء هم الذين في الحقيقة شفنا السعودية ماذا تفعلوا في بلادها ورغم ذلك وزير الداخلية الجزائري استقبل في الجزائر لمدة تعفل فيهام ولسنا ندري ماذا كان من وراء الشواليد حتى أنه أصبح هو المسؤول الفقري على الدورة وأنا عندما ذهبت إلى قاعة المحاضرات عندهم الدولية بالرحال يعني في الحقيقة ألقي علي القبض وعنفت وقلت لهم من حق الشعب الجزائري أن يعني ينظم وقفة احتجاجية في نفس الوقت في الجزائر منعونا وقمعونا من أن نعبر عن رأينا في هذا المؤتمر الذي عقد في الجزائر فيما في بريطانيا نجد أنه مظاهرات ضد ولي العالد ولم تمنع ولم تقمع وكان ثور صادمة ويعني إذن المسألة هذه في الحقيقة مسألة أنا أظن أنها تعالج في دقائق معدودة وإنما هذه مسألة الخصائها الخصائها رأي في الحقيقة أعظم بما يظهر لماذا يا شيخ علي بالحاج لماذا تغييب المعلومة عن الجزائريين يعني خاصة بما يتعلق بسيادة الجزائرية وعلاش يعني نسمع هذه الخبرات من طرف آخر يعني مثلا من واشنطن بوست ولا حتى في يعني الجرائد فرنسية وعليش تغييب هذه المعلومة على الجزائري لأن لأن النظام هذا الفاسد يعرف جيدا أن الشعب الجزائري بفترته يكره يكره هذه الدول الاستعمارية ويكره التنفيق معها وهذا سنفضحه يعني الجزائر في الحقيقة يعني تحت الطاولة تنسك وتقدم تقارير حتى بال ذكاء بالمسلمين والأكبر الدارية يعني الجزائر تنسك مع أمريكا وتشارك مع أمريكا في مواطن كثيرة وفيها المواطن العسكرية والاستخبارات إلى آخره ولكنها تتظاهر أنها ضد أمريكا والحقيقة غير ذلك والحقيقة في الحقيقة غير ذلك ولذلك المعلومة هذه ليس وزارة الدفاع أولا هل رأيت يوم واحد يعني قائد الأركان أو نائب وزير الدفاع عقد ندوة صحفية ودعا لها الصحافة الداخلية والخارجية حتى الصحافة أيضا لا تقوم بواجبها كان المضرور على الصحافة أيضا أن تنب إلى وزارة الدفاع وأن تقلب قائد الأركان وأن تستجوب وجميع التيارات نحن عدنا الصحافة تخاف من وزارة الدفاع وتخاف من قائد الأركان وتخاف من نائب العام كيف تعرف المعلومة لا بد أن تترك بواجب وزارة الدفاع يعني ينجم الصحافة الجزائرية بالبانتاجون ويأخذ المعلومة وآي المعلومات التي كانت في الحقيقة أنت تعرف اللي فابيوت هو الذي أعلن بأن الطائرات عندما أردت أن تضرب في اليمن يعني مرت على الأشوال الجزائرية إنما بالنسبة إلى الفريق الذي شلوفه الذي توفي وحكم في المحكمة العسكرية في البوليدة أرصد أرصد أن الطائرات الفرنسية تذهب عن طريق الجزائر لا تشاك فلماذا لأنه هو في الحقيقة من بقايا جيش التحرير بينما الآن نحن نعرف بأن القضية يعني مفضوحة التنفيق الأمني موجود وما خطية أعظم كما هو معروف أستاذ الشيخ علي بالحاجة يعني هناك آخرون يقولون يعني عندهم قراءة أخرى في هذا الخبر يقول لك ممكن التنازلات يعني بدأت في ضم يعني ما يعرف بالعهد الخامسة أولا إحنا الجزائر ما عدنا سيادة بالمفهوم الحقيقي سيادة أنت تعرف باللي وزارة الخارجية الفرنسية عندما أراد رئيس مجلس الشيوخ يأتي إلى الجزائر أعطوها أوامر قالوا إياك أن تقول في الجزائر بأن فرنسا تدعم بوتفليقة هذا دليل بأن فرنسا وأمريكا والغرب يريدون لهذا النظام أن يبقى لماذا لأن المطالح انتاعهم مضمونة مع هذا النظام إذن المسألة واضحة وبالتالي ما عدنا السيادة بالمفهوم الحقيقي الدقيق ولكن الشيخ علي يعني السؤال الذي يفرض نفسه في هذا الكلام الذي قلته أن وين رهي هذه النخبة وين رهي أحزاب المعارضة وأين هو الشعم يعني الأمور الكثير من الخبراء المتابعين للشأن الجزائري يقول لك أن الأمور خطيرة أين هي هذه النخبة أين هي الأحزاب هذه أولا النخبة والأحزاب مسؤولين على كل حال ولكن البيئة الموجودة النظام الجزائري وضع المعارضة والنخبة في بيئة خانقة بمعنى أن الإنسان إذا أرد أن يعبر سواء عن طريق الشارع أو الاحتجاج أو المسيرات فإنه يقمع ويلقى عليه القبض ويتابح حتى إذا أكتب في التواصل الاجتماعي إذن في بيئة خانقة ولكن رغم ذلك المفروض على هؤلاء أن يتحركوا وأن يعملوا وأن يكشفوا هذا النظام الفاسد المتعفل والآن الجزائر في خطر لا شك أنها في خطر ويعني الحقيقة الموضوع الموضوع يحتاج إلى وقت أكثر من هذا ويحتاج إلى تفصيل في الحقيقة ولكن خلاصة القول أستطيع أن أقول بأنه لا تستغرب من أن هذا النظام ما يظهره في الظاهر خلاف ما يبطنه في الداخل هو في الحقيقة نظام متعفن ويضع يده في يد أمريكا يعني بمجرد أن يأتي وزير الداخلية الشعودي الذي بلاده تقصف في اليمن وتقتل الأبرياء ويستقبل وتعتله آدية ويصبح هو فخري هذا والجزائريين والمعارضة لا تحتد لا بوقفة ولا بكلام ولا ببيان هذه في الحقيقة أحد الكبر يعني كان المضروف أن الجزائر لا يستقبلون وزير الداخلية السعودي الإرهابي لا يستخدمون لأنه يمارس الإرهاب في اليمن ويقتل الأبرياء ونحن هذا هو السبب الذي دفعنا إلى الذهاب في تلك الندوة وزراء الدول العربية وكل وزير دول العربية عنده تاريخ وعنده تاريخ سيئة وطيب لماذا ما يكونش هناك اجتماع لوزراء الصحة ووزراء بحث العلمي يعني احنا عندنا إلا وزراء الخارجية في الإرهاب خارجيا أو الداخلية في الإرهاب الداخلي وينسوا بأن أسباب الإرهاب الداخلي هي الأنظمة نفسها التي تمنع الناس وتقمع الناس والإرهاب الخارجي هي أسباب دول الاستكبار الدولي أمريكا وفرنسا وبريطانيا بريطانيا تفتق بن سلمان على أيضا سفح قتال المضروض هذا يحاكم شكرا شيخ عليب الحاج شكرا على المداخل شيخ عليب الحاج يمت برق ديما جبه الإسلامي نقالي قلنك نغال دينا ثانم ميرثيك أدنو غال رضاقين مس عزي عرب أدنو غال يعني سقسي بلك يعني لسقسي دني سنير شيخ عليب الحاج أندت ثانم أقل يجي الوست أوبوزيسيون أندت الليلت أندت الليلت يعني يعني التاسي سقسيين ثمور ثلحودي ونقفري ذيك صعب نطاس اكتشيني أمهر ستوالي يعني ثمس ثانم نصار تزوال فاكن ندف كأخيرا يعني دي بتي طريب ساكي مس بالحاج خاطر ميدي هضار فان دي ميغاذاقي تحارب دي ميزلما والمسلمين دي ناب اللي زال ما ديف همت قفالي تمي تني ستقابشت تزمور تضور ضي تني ستزمورت تضور ضي تني ستزمورت تقابشت الفوسي و سي ميدي كا فامو كس بو سا لو كان وده سخدا منه كرب باربع الإسلام يوك نذنغن المسلمين يوك نذنغن الإسلام جستما بشتشوهن الإسلام وتصوضنا لليبي أوروبيان غليبي نظنين يوك ني تدخل نما نسنا خطار الإرهاب إلا قيد يزارب الإرهاب يستخدم الدين وهذا الدين هو الدين ونع الدين الإسلام دون ت encant دون يوك نسنا يوك نسنا يقولون، أن حوالوا بالطبيع الأعراضي عن الأعراضي، من الأعراضي أن تتكلمون بعض الأعراضي، وهو يقولون أن الأعراضي لم يقتل الضوء غير فيها. وانه يقتل الضوء، لتجعلها على حالواب الروس. إذن سيدنا لحسن العراق, وقلت العديد بجواركين يجب أن يضيفون. إذن السيدين يعتقد الأولى بلتلة بلتلة بباطنة بلتلة بجماليمن. لذلك نعمل إذن لتلة بباطنة بلتلة بلتلة بباطنة بلتلة بمقاديم ألاعظت المغربين بيمن بمقاديم. وفي السنة، وفي السنة، وفي السنة، وفي السنة، لم يكن من المخطط للعسين، وفي السنة، وفي السنة، لن يساعد في الوقت الأخطاء بشكل مع بودفليكة. بودفليكة هي لديه من المشاريع، هي من المشاريع الذين يجبون أن يشارك. ولكن وبيتبال في نارا ريا أن يبال فيه لكم أنه يGodفي الس Bloody ال携 أحاول الارجي park الطريق للأساقر كبيرة إليس يعتبرون درواء توروية توروية أجلسية أجلسية وكيفيع أن يعتبرون ذلك؟ نجده البعض يبلغ بيكي تباكي ثم لا يعتبر سوياكوز فانهم يعتبر ان ارتفاع بيكي يعتبرون سورة نرمي سخديمين لسفوضي الم تباكي وواقى بكي تباك إليس تباكي نعطب في إليس طريقة تنفيش طرعات المدينة من المترجمات للمترجمات للمترجمات المترجمات للمترجمات 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 للمترجمات